هذا وتحتفي وزارة الداخلية بيوم الشهيد وهو يوم الخالدين في وجدان الوطن يستذكرون فيه بطولات الشهداء في ميادين العز والشرف تحتفل مملكة البحرين في السابع عشر من ديسمبر بيوم الشهيد ليكون تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء شهداء الوطن الذين أدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة يوم الشهيد هو اعتزاز مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بشهداء الأبرار وفخرهم بطولاتهم وهذا اليوم غالي علينا لتخليط ذكراهم عرفانا ووفانا بتضحياتهم طبعا نحن في وزارة الداخلية يولي سيدي صاحب المعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حفظ الله ورعاه اهتمام خاص جدا بأبناء وعوائل شهداء الواجب واهتمام يكون لكافة النواح اللي تتعلق بحياتهم من ناحية المادية والمعنوية والنفسية وفضل توجيهاته واهتمام وبدعم معاليه تسعى وزارة الداخلية لتقطيع جميع احتياجات ذوي شهداء الواجب عرفان وتقدير لما بذلوه من تضحيات عظيمة ومتابعته الدائمة لشؤون أبناء وعوائل الشهداء وفي الختام سألين الله تعالى بني تقمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويحفظ مليكنا وشعبنا ومملكتنا من كل شر ومكروه إن الشهادة في سبيل رفع راية الوطن هي قمة البطولة والإقدام ويوم الشهيد هو يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن فقد سطر الشهداء بأرواحهم قصصا خالدة ستظل مبعث فخر للجميع ويؤكد الاحتفاء بيوم الشهيد على المكانة الرفيعة التي يحظى بها شهداء الواجب في نفوس جميع المواطنين وهو يوم رد الجميل لأهله وفرصة للتعبير عن الترابط وما تكنه مملكة البحرين وشعبها من تقدير وفخر واعتزاز بهؤلاء الشهداء البواسل ترجمة نانسي قنقر